موسيقى السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أهلا وسهلا بكم أحبة الكرام في هذه المداخلة والتي سوف نتحدث فيها عن واقع الدبلوماسية الجزائرية في هذه الظروف الصعبة نشرت منشورا على صفحة العامة في الفايسبوك وحسابي الشخصي أثار الجدل عندما وجهت رسالة ونقد ذاتي للدبلوماسية الجزائرية وواقعها الراهن كثير واحد يقول أرك عامل المخزن لأنك تنتقد وللأسف وصلنا إلى وضع عندما نذكر سلبية خلاص عامل المخزن لأن هناك حرب في الصحراء الغربية هي بين البوليزاريو والمغرب ليست بين المغرب والجزائر هذه من ناحية إذا تطور الأمر وتهور المغرب واعتدى على الجزائر أو جر الجزائر إلى حرب فهناك كلام آخر لهذه اللحظة المشكلة صحراوية مغربية الجزائر تساند جبهة البوليزاريو ولكن لا يمكن أن تحارب مكانها إذا كان دخلت الجيش الجزائري وحارب في مكان البوليزاريو هذه ما ولتش قضية صحراوية هذه ولت قضية أخرى وهذا ما يخدم الأطروح المغربية المغرب ترى أن النزاع في الصحراء ليس نزاعا صحراويا مغربيا بل هو نزاع جزائري مغربي والكثير من الأطروحات القائمة الآن عبر شبكات تواصل إجتماعي وبعض المداخلات كأنهم يصورون أن النزاع هو جزائري مغربي من حيث لا يدرون لا ما يحدث في الصحراء الغربية هي قضية صحراوية مغربية نحن كدولة جزائرية لديها مصالح مع الصحراء الغربية ولديها مصالح مع المغرب ولكن لا تكون على حساب القضية الجزائر قضية تتمثل قضية صحراوية الجزائر دعمت هذه القضية منذ بداياتها والجزائر ترى أن الصحراء بناء على ما يراه الشعب الصحراوي وليس أنها فرضت هذه الرؤية على الصحراويين قل لنا شوي نكونوا شوي واقعيين والكلام والطنين طنين الذباب الإلكتروني هذا لا يقدم ولا يؤخر شيئا ولن يفيد ولن ينفع لذلك عندما نتحدث الآن عن وقع الدبلوماسية الجزائرية نقول بأن عشرين سنة من حكم بوتفليقة أن الدبلوماسية الجزائرية غرقت في الفساد عشرين سنة من الغياب قبلها سنوات أخرى من الإرهاب خلت الجزائر كانت في عزلة دولية جابوا تفليقة والناس اللي جابوه في ذلك الوقت ضربوا حسابات أنه دبلوماسي سابق وزير خارجية لسنوات طويلة سيعيد الجزائر إلى الساحة الدولية ولكن حدث العكس زاد غيبها حدثت الحرب لليبيا وإسقاط نظام المعمر القذافي ولم يقوموا بشيء راحت فرنسا وراحت المالي وشعلت حرب هناك غد القاعدة والجزائر لم تتحرك القضية الصحراوية منذ 1991 لم تتقدم بل تأخرت وتراجعت وكان من الممكن لو استمرت الحرب أنذاك كان من الممكن أن هذه القضية انتصرت ماذا تطور على مدار ثلاثة عقود ما بعد وقف إطلاق النار ماذا تطور في قضية الصحراء الغربية لم يحدث شيء بل أن هناك دول تراجعت في اعترافها بجمهورية الصحراء الغربية أمر صح وعراه في الاتحاد الإفريقي ولكن هناك دول إفريقية تراجعت أرجعوا إلى المواقف لذلك الدبلوماسية ماذا؟ دبلوماسية تلعب على وترين أولا حشد مواقف الدول والأمر الثاني صناعة حشد الرأي العام في الدول عبر صناعة لبيهات عبر وسائل الإعلام وما إلى ذلك هل الجزائر تقوم بهذا الأمر؟ خلينا نشوف شوي واقع السفارات الجزائرية في الخارج يا جمع السفارات الجزائرية تحولت إلى أوكار بيزنس وتجارة تحولت إلى أوكار فساد السفارات الجزائرية السفير من المفروض لما يذهب إلى بلد يجب أنه يصنع علاقات ويقوم بما يجب عليه أن يقوم به من أجل كسب كسب المواقف الدول تتعامل بمنطق المصالح أنا أقف معك أنا كدولة أقف معك في قضية تراها أنت مصيرية يجب أن تقف معي أيضا قضية السفارات في الجزائر وصارت في وضع سيء جدا وضع سيء جدا أنا زرت عدة دول وكنت أسأل على الدور الذي تقوم به السفارات الجزائرية سيئة جدا يا جماعة هنا السفارة الجزائرية في باريس يروحوا وإرسلوا لجنة التحقيق تشوفوا كيف يوظفوا في الناس كيف يتعاملوا مع الناس كيف ي... ما كانش لا يقومون بأي دور على الأقل صناعة لبيهات في فرنسا تخدم السياسة الجزائرية والأمر ينطبق أيضا على السفارات الجزائرية في الخليج ما يقوموا شيء أنا مشيت هناك وسألت وشفت وكذا 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 أبدا سفير الجزائري في السعودية نهارا يدير حفل أول نوفمبر ولا خمسة جميلة لا يتحرك ولا يلتقي ولا يعمل علاقات ولا يبحث على مصالح الجزائر الأمر نفسه السفير الجزائري في الدول الأخرى السفير الجزائري في تركيا السفير الجزائري في الدول الأوروبية السفير الجزائري في أمريكا السفارات تحولوا مجرد موظفين جاي فقط يحافظ على الشهر ينتاعه يحاول يدئمن مستقبل أولاده يستفيد بقدر الممكن وانتهى الأمر ما هكذا السفارات عندها دور كبير عندها دور استخباري عندها دور أمني عندها دور دور سياسي عندها دور دبلوماسي السفارات الجزائرية خاصة في عهد بوتفليقة تدمرت تحولت إلى سفارات للعصابة في خدمة فقط أولاد المسؤولين أولاد أبناء العصابة عناصر العصابة هذا من لما يأتوا إلى أوروبا يخصص سيارات لبناتهم وأولادهم يتابعوا في قضايا أولادهم اللي يدرسوا في الخارج تروح للسفارة كل تقاهم أبناء المسؤولين هم اللي يخدموا بناء الزواولة والله مقصيين يجيبوا فيهم من هناك يجيبوا فيهم من هناك من الجزائر يجيبوا في بنت فلان وبنت علان وولد علان أن يجيبوهم اللي هنا يعطوا لهم الوظائف يعطوا لهم العملة بالصعبة الشهرية بالعملة الصعبة خلال الفطرة هناك يكون دبر فيها مرأة إذا كان راجل وإذا كان طفلة دبر فيها راجل تبقى لهنا تشري دار وكذا 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 وأمنوا مستقبل أولادهم إذن الدبلوماسية الجزائرية سيئة الدبلوماسية الجزائرية في زمن مضى كانت عندما تتحرك يتحرك العالم ولكن للأسف الشديد على مدار عقدي من الزمن أن صارت بائسة لذلك عندما اندلعت الأحداث في هذه المرحلة الآن ماذا حدث وجدت الجزائر نفسها مكبلة نعم نعم هذا بجاب نعم عندنا جيش قوي وعندما يقول شنجريحة أن الجزائر هي الأقوى في المنطقة نعم عندها كل مقومات أنها الأقوى ولكن هذه القوة استثنين مؤسسة العسكرية هي الأقوى فعلا ولكن الدولة الجزائرية قوية ولكنها مريضة مريضة داخلية فيها عدة أمراض سمعتها الدبلوماسية سيئة في الخارج لأنها لا تؤدي ما يجب أن يكون الجزائر لا تملك قوة إعلامية في الخارج لا تملك حتى وسيلة إعلامية دولية لاحظنا أمريكا اللي هي قوة عظمى عاملة قناة الحرة بالعربية توجهها للعالم العربي فرنسا اللي هي من الخمسة الكبار في مجلس الأمن غير قناة فرنسفاندكات بالعربية أيضا روسيا اللي هي قوة عظمى عاملة قناة ناطقة بالعربية الصين عاملة قناة ناطقة بالعربية إسبانيا قناة ناطقة بالعربية ألمانيا قناة ناطقة بالعربية تركيا عندها قناة TRT ناطقة بالعربية كل الدول غير العربية التي تريد أن تثبت وجودها عاملة قنوات ناطقة بالعربية أعطيني قنات جزائرية دولية تتبث من أي مكان في العالم تفرض نفسها دولية الإمارات العربية المتحدة عندها سكاي نيوز وهي زي جابت الشرق تبث من هناك قنوات كبرى قنوات كبرى عندها ترسالة إعلامية كبرى قطر عندها الجزيرة الجزيرة بالعربية الجزيرة بالإنجليزية السعودية عندها قنوات ترسالة من القنوات كلها كل دول المغرب المغرب اللي هو جاه عنده قناة قناة المدئة عنده قنوات تبث للعالم ما هي قنواتنا؟ قنواتنا الخاصة القنوات الإعلامية الخاصة عبارة عن مكاتب القنوات أجنبي سماها في أغلبيتها سماها وزير الإعلام خارجة عن القانون عبارة عن مكاتب قنوات أجنبية تبث من الجزائر مكبلة أيضا مثلما هي مكبلة قناة تلفزيونية الرسمية الجزائر كان في حاجة إلى قناة فضائية دولية تكون بوزن الجزيرة بوزن سكاي نيوز بوزن هذه العربية بوزن تكون بوزن هذا إيران عندها قناة العالم ناطقة بالعربية وعندها قناة الكوثر ناطقة بالعربية إذن كل الدول عاملة قنوات موجهة إلى العالم العربي دولة عربية مثل الجزائر ما عندهاش حتى قناة فقط تفرض أجندتها وتكون ناطقة بعدة لغات الجزائر تحتاج إلى قنوات بالعربية بالفرنسية إيا بالإنجليزية بالإسبانية إيا بالإيطالية كلها تحتاج إلى قنوات موجهة من أجل التسويق لخطابها ولكن هذا لم يحدث للأسف العالم تحول إلى قرية صغيرة في عهد بوتفريق ولكن كان تدمير البلد وكانت الدولة الجزائرية مليارات تدخل الخزينة العمومية كان بإمكان الجزائر أن تقيم صرح إعلامي دولي في العالم لكي يسوق إلى بضعات الدبلوماسية تحتاج إلى الإعلام الآن نحن في زمن الدبلوماسية الناعمة في زمن الحروب الناعمة صناعة الأدوات التي تتحول إلى لبهات في دول أخرى من أجل الدفاع عن القرار ومن أجل الدفاع عن الموقف الجزائر هكذا الجزائر عندما اندلعت الأوضاع اللي هنا ماذا كشفنا؟ أنا قلت بأن الجيش الجزائري جيش قوي مؤسسة مستقرة لن أتكلم عليه نتكلم ولكن الجيش يحتاج إلى الإعلام يحتاج إلى أنه ينتمي إلى دولة يدافع على مصالح الدولة يحتاج في هذه الدولة إلى دبلوميسية قوية توصل لتوصل صوته إلى الخارج شفنا في التسعينات الجماعات الإرهابية تقتل والإعلام الأجنبية تحدث عن من يقتل من واستعملوا بعض الأدوات وصبح الجيش في ذلك تلك المرحة هو المتهم بارتكاب المجازر التي ارتكبها عن طرز وابري وغيره مواش؟ في ذلك الوقت قنوات كوبرا ومجلات كوبرا الجزائر ما عندها حتى شيء وما زال وصدرت كتبه وما زالت تضع أن الجيش هو المتهم لذلك إخواني الكرام الإشكالية هنا عندما نمارس النقد الذاتي البعض يقول لك يا أنور مالك لا تتحدث عن النقد الذاتي في هذه المرحلة الآن لن أحمل المسؤولية للقائمين الآن على البلد رغم أنهم أيضا فيهم الكثير من المنظومة السابقة سكتوا في تلك المرحلة ولكن أيضا أن واقع الدبلوماسية السيئة ورثناه من عهد بوتفليق ورثناه دبلوماسية عصابات يجب تطهيرها لهذه اللحظة ما زالت السفارات غير بعض السفارات ولكن السفارة لن تتغير أنك تجيب سفير واحد جديد روح وشوفوا طرها ماذا يحدث في الداخل ما تغير والو الموظفين نفسهم البزنس مازال مساير ما كان إذن أنك تيجي كرئيس جمهورية وللأسف أن الرئيس عبد المجيد تبون الذي نتفق معه في أمور نختلف معه أمور ونتملله الشفاء جاء في ظرف وجهة كورونا أو زدت وجهة والرؤان والتطورات اللي حدثت في الصحراء الغربية وما إلى ذلك إذن أنا حبيت أنكلمكم باختصار شديد أن الدبلوماسية الجزائرية تحتاج إلى ثورة تقوم بها الدولة الجزائرية تحتاج إلى ثورة حقيقية إذا كانت دولة الجزائرية إعلامها سيئة صفحات في الفيسبوك هزموا الإعلام الرسمي وهذه حقيقة الدولة التي لم تجد الآن غير ذباب إلكتروني يتهجم على فلان وعلان ما يستثنوا أحد يوزعوا في الاتهامات كل جزائري يجي يتكلم يتكلم يحاول يحاول يبرز مواطن الخلل ويدافع عن مصالح الدولة الجزائرية يبعثولوا يحرشوا عليه الجيوش الإلكترونية والذباب الإلكتروني تاهم كما سموه ما يخلوا أمه ما يخلوا أبوه ما يخلوا تاريخه ما يخلوا كذا يحرشوا عليه بعض الناس يجي واحد يشكك في ذمته واحد يشكك في تاريخه لا يكلف نفسه أصلا أنا يجي قل لك أنور مالك كنت عامين للمخزن رغم أنه لا يوجد كاتب جزائري غضبة منه المخزن مثلي أنا وممنوع علي دخول الطراب المغرب بمجرد فقط أنه تختلف وجهة النظر أنا أعبر عن رأيك بما أراه وانت حر عبر عن رأيك كما ترى أنا لا أصادر رأيك وانت حر قل ما تريد وأنا لست هنا بصدد بعضي ويرسل لي قل لي فلان قال فيك وعلا نهضر عليك وكتب عليك وكذا أنا لا أعلق على مواقف الناس كل واحد حر في موقفه أنا عندي وجهة نظر وعندي قناعات أعبر عليها في الوقت المناسب كما أراه ولست هنا لأكون بوق لأي كان عندما أرى الخلل في الديبلوماسية أنتقدها عندما أرى الجيش يخطأ نقول له أخطأت وعندما أراه فعل المحاجة مليحة نقول له شكراً وعندما أرى الجزائر مهددة نقول الجزائر مهددة إذا كانت مهددة بعدوان خارجي سندافع عنها ولكن في نفس الوقت لا يجب أن نقول أن ما يحدث هو صحيح لأن ما يحدث هو غلط الجبهة الداخلية مفككة نعم الجبهة الداخلية مفككة الوضع الاجتماعي سيء جداً الجزائر تتجه نحو الغلق كارثة كورونا الأرقام التي تقدمه أرقام صحيحة الشعب الجزائري وصل ما عادش ثيق في الدولة الجزائرية حتى في الأحوال الجوية عندما تعطي أخبار على الأحوال الجوية ما يصدقها استعادة ثقة المواطن مش سهلة تحتاج إلى أمور عملية وجات بقدر أحياناً المصائب تكون فيها نوع من الفائدة جات إصابة الرئيس عبد المجيد تبون بكورونا ونقله إلى ألمانيا كانت فرصة إلى رئاسة الجمهورية وإلى الإعلام الرسمي الجزائري أن يعيد المستقية لما مارس الطريقة البتفليقية وتحدثنا عليها مراراً وتكراراً لأن الذين كلفوهم بالإعلام متخرجين من المدرسة البتفليقية وليست لديهم أي شيء يقدمه أما الأشخاص الذين عندهم رؤى لتطوير أحداث وإلى صناعة إعلام حقيقي يواجه التحديات القائمة هذا ما تم استبعادهم تخوينهم استبعادهم وكذا وكذا والانتقام منهم لا أحد يستطيع أن يوزع الوطنية على أي كان ليس بمجرد أن تفتح الأنترنت وتحاضر على الناس فأنت وطني خير من الآخرين أنت عندك وجهة نظر قدمها وأسكت فقط وأسكت إذا كان بعض الناس لديهم كل الوقت بأن يفتح جبهات مع كل الناس هناك من جبهته الوحيدة هي قضايا كبرى أنا ليس لي وقت بأن أجلس وأحدث الجزائريين وأدافع عن نفسي لأنه فلان علان قال خلي قول أنا إيران قالت فيي الكثير حزب الله قال فيي النظام السوري ما خلى ما قال فيي المغرب منذ 2010 هو يخضر عني ويخول فيي وكذا وكذا وراني عامل المخابرات الجزائرية والجزائرين يجيون وراني عامل مخابرات المغربية وما إلى ذلك ولم أرد على الأشخاص يوما ولن أرد هذا هو المنطق فحث تقول له أعطيني دولة الآن وقفت مع الجزائر نددت فقط بما حدث في القرقرات كمان نددت الجزائر جاءت مقاربة لموقف ما كانش الجزائر وحدها الدول العربية كلها يا أيدت ما قام به المغرب يا التزمت الحياة البعض شوف المغرب يريد أن يستغل كل شيء جاءت منظمة شبيبة فلسطينية دارة بيان هي منظمة لا تمثل الدولة ورغم ذلك حركوا الإعلام المغربي وأجبر الصفارة الفلسطينية في المغرب أنها تصدر بيان نعم سفارة هاو البيان أمامكم سفارة دولة فلسطين لدى المملكة المغربية تم تداول خلال تسعة بيان باسم منظمة الشبيبة الفلسطينية تضمن مواقف مخالفة للموقف الرسمي لقيادة الفلسطينية في منظمة تحرير والسلطة والممثلة لموقف الشعب الفلسطيني وعليه نريد توضيح مائل أن هذا البلد يمصدر أن يأيجيها رسمية فلسطينية والبيان يتضمن مغالطات لا تمثل موقف الرسمي الفلسطيني الموقف الفلسطيني يستقى من المرجعيات الرسمية الفلسطينية مثل بنظم التحرير والسلطة الفلسطينية تأكيد الموقف الفلسطيني ثابت على وحدة وسلامة وأمن المغرب ودعم وحدة الطراب المغربي ودعم جهود المغرب في هذا الشأن وفق قرارات الجامعة العربية والأمم المتحدة نعم هذه لأنه عملوا ضغط إعلامي هم يريدون أن يجيبوا موقف من فلسطين موقف فلسطين مؤيد ضغط عليهم إعلامي جاء السفير السفير الفلسطيني في الجزائر تحدث وتحدث بكل صراحة على قضية دعم الاستفتاء تقرير المصير رهم شنين عليه حملة كبيرة في المغرب يسيري خلوا الفلسطينيين الله يحسن عاونهم هم في ظروف صعبة قضيتهم من الأربعينات ورهم يواجهوا في احتلال هناك مؤامرات عليهم من كل جانب لتصفيت القضية الفلسطينية خلوهم ما تدخلهم لاش في الصحراء الغربية سيدي خلوهم قضية ما تحرجهم أم ساكن لكن لا يريدون أن يتدخلوا في هذا الأمر أنت تروح تضغط عليه تروح تجري عند السفير الفلسطيني تحاول تجيب منه أي موقف يؤيد يؤيد خلوهم مع قضيتهم خلوهم الله يحسن عاونه رغم أن موقفهم عقلاني إلى حد ما ولكن هم أصحاب قضية أخرى ما يستطيعوش يجي يدخل لك هذه القضية وإن كنا نلومهم في بعض المواقف بلا أدنى شك مثل مثلا أن الرئيس الفلسطيني يتصل ببشار الأسد ويعزيه في وليد المعلم بشار الأسد الذي قتل حتى الفلسطينيين في مخيمات فلسطينية في سوريا اقتل الفلسطينيين ولكن على كل حال تبقى الدول حرة فيما ترى تبقى الدول حرة على كل حال في مواقفها لا نستطيع أن نجبر أو نزايد على الفلسطينيين في مواقفهم هم أحرار ولكن نحن نقول بأنه ما يجب هذا الأمر من المفروض السلطة الفلسطينية السفارة فلسطينية لا تعلق على موقف أصدرته منظمة شبابية غير رسمية الدولة لا تعلق على بعض الجمعية ولكن أنه هذه السفارة وجدت نفسها في موقف محرج لأن الإعلام شنع لها حملة اضطرت أنها تصدر هذا التوليد شو كيف يحاولوا عن طريق الإعلام يجروا بعض الدول وبعض المواقف تتحتم أنه يكونوا في موقفهم أو على الأقل يعنوا حياديتهم وهما في المغاربة تنفعهم الحيادية وتنفعهم التأييد ولكن لا ينفعهم الوقوف مع الصحراويين لذلك نقول بأن الإشكالية أنه هناك خلل 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 في الصحراويين الله يحسن عنه وأونهم الإعلام متاعهم ضعيف جدا الجزائر تدعمهم إعلاميا ولكن هذا التدعيم ما تخلي الخطاب حتى شفتهم يجيبوا في البروتوهات محللين والله نخاطب في أنفسنا يجيب محللين في البروتوهات القنوات الفضائية يخاطبوا في الجزائريين ليؤمنوا بعدالة هذه القضية أنت محتاج توصل خطابك دبلوماسيتك ومواقفك الخارجية تحتاج توصلها للا يؤمنون بهذا الخطاب هكذا الأمر مش نخاطب بعضنا البعض وكأنه لشيء لم يكن إخواني الكرام بالمختصر في ريد حتى لا أتين أن الدبلوماسية الجزائرية مريضة تحتاج أولا إلى تطهير السفارات من هذه الخفافيش التي أضرت بصمعة الدولة الجزائرية تحتاج إلى الدولة الجزائرية أن تراجع الكثير من مواقفها من كثير من القضايا من القضايا وفق ما يختم مصالحها لا نقول هناك قضايا مبدئية لا يمكن أن تعلن فيها أي موقف أو تراجع مثل دعمك القضية فلسطين قضية فلسطينية قضية ثابتة قضية صحر الغربية في دبلوماسية الجزائر قضية ثابتة ولكن أيضا هناك نوع من السياسة التي يجب أن تنتهج لكسب الأنصار وكسب كسب 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 المواقف كسب المواقف فالدول لا تعلق على مواقف بعضها بعض إلا إذا كان يتعلق دولة أعلنت موقف ضده الدول حرة في مواقفها رجل الدولة عندما يتكلم ليس مثل إعلامي ولا وناشط في الفيسبوك ولا ناشط في اليوتوب ولا ناشط في منظمات ولا ماذا مش كيف فرجل الدولة يحسب ألف حساب إلى تصريحاته وخاصة لما يكون هذا رجل الدول رئيس الجمهورية لذلك يجب أن يكون ذكي في تمرير رسائله وهذا الذكاء وهذا الأمر يأتيه لما يكون لديه مستشارين من التراث الرافيد إذن إخواني الكرام أن الوضع في الوضع الدبلوماسي سيء المعلومات التي وصلتني أن الجيش الجزائري وهذا حقيقة أن الجيش الجزائري في حالة استنفار في استنفار قسوة على غرب الجزائري ترى هل عنده معطيات أنه ممكن تتطور الحرب وتصبح حرب ثلاثية ليست بين الصحراء الغربية فقط والمغرب بل أنه ربما هذا المثلث مثلث الحرب الجزائر المغرب الصحراء الغربية أعتقد بأنه هذا كلها محتمل وقائب خاصة أن المغرب في خطابه دائما يرى بأن العدو هي الجزائر وليست ولا مشكلة لديه في قضية الصحراء الغربية رغم أنه قابل باتفاق وقف إطلاق النار ومن بنود أنه استفتاد شعبي في الصحراء الغربية ولكن للأسف الأمور انقلبت يا جماعة لا تكفي أن القضية تكون عادلة حتى تنتصر نحن في زمن المصالح والمصالح المضادة نحن في زمن أن الدول تنطح بعضها بعضا وترفس بعضها بعضا من أجل مصالحها ما بعد كورونا سيكون أشرس مما قبله لذلك لا يكفي أنك تكون أني أدعم قضية عادلة وأنام من الأجفوني وأنتظر السماء تنطر علي بالحلول لا أبدا القضية العادلة تحتاج إلى جهود عادلة وقمة العدالة في الدفاع عن القضية أن تعد ولو رباط خيل رباط الخيل في هذا الزمن وسائل إعلام قوية دبلوماسية قوية لوبهات في الدول وهذه اللوبهات تصنحها عبر ماذا؟ تصنحها بالمال تصنحها بشبكات شبكات سياسية وشبكات مختلفة لاحظوا بعض الدول تعمل قناة فضائية تجيب لك إعلاميين من كل الدول وتساعدهم وتدعمهم حتى تصير إير حساباتهم في فيسبوك وتويتر هي الأقوى وبعد ذلك تستعملهم في الدفاع عن سياساتها عندما يتعلق الأمر بقضية تكون فيها الجزائر طرف يطلع لك إعلاميين جزائريين يتحدثون بما يخدم هذه الدولة وربما بما يفسد على الجزائر حساباتها وإذا كانوا من دول أخرى وهكذا نحن ما عندنا هذا ما عندنا هذا يعني الواقع الواقع بائس بائس خلي يجي بعض الواقع لما نتكلمه هكذا ونكتبه بوست منشور فيه نقد ذاتي لا أنت خائن وعميل وكذا وكذا واش نطبله ونزمره فقط يكفي الذباب الإلكتروني كما يسموه فيه أو يطبله يزمر يكفي هذا الدول والقضايا لا تنتصر بذباب إلكتروني في مواقع التواصل القضايا تنتصر عندما الدول الدولة تنجح في فرض سياستها ومواقفها على دول أخرى تخلي دول أخرى تساندها أين الدول الإفريقية التي تعترف الصحراء الغربية ما هي مواقفها الجامعة العربية ما هي مواقفها أين هذه الدول ما هي مواقفها مما يحدث أنت تعترف بأن الصحراء الغربية دولة ومستقلة دولة محتلة وكذا 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 وتفتح لها صفارة وعندما يقع هذا الشيء تلتزم الصمت أين الدول الإفريقية التي مسحت الجزائر ديونها مبالغ طائلة لو خصصت في صناعة لوبهات لصانا للجزائر لوبه في أمريكا ولوبه في فرنسا ولوبه في بريطانيا ولوبه في الدول الخليج وغير وغير هذه كلها ما جنته عصابة بوتفليقة على الجزائر الآن نحن أمام تحدي تحدي كورونا تحدي الحروب هذه على الحدود عود عود في ليبيا في منطقة السحل والصحراء في الصحراء الغربية قد تجر الجزائر إلى حرب ولنتمنها وننصح ونتمنى من الجزائريين والمغاربة أن لا ينجر إلى مواجه أن لا ينجر إلى مواجه لأنه لا يوجد منتصر لهذه القدرة سيخسر الجميع وأؤكد لكم إذن إخواني الكرام بالمختصر المفيد أنه الدبلوماسية مريضة وإعلامنا مريض وجيشنا قوي ولكن يحتاج إلى الدبلوماسية ويحتاج إلى الإعلام ويحتاج إلى قوة شعبية القوة الشعبية هلهلة فيها اللي غارقة في ظروفها شفنا استفتاء تعديل الدستور كم من الجزائر عزفوا منه عارضوه أقلية الأقليات راح تنتخب في استفتاء دعمه الجيش من المفروض هنا الجيش يراجع نفسه كثيرا لا يتحمل المسؤولية الجيش لن أحمل إلى الجيش المسؤولية أنا أحمل طبق السياسية وأتحمل رئاسة الجمهورية وأحمل هؤلاء المسؤولية ولكن عندما يظهر الجيش إلى دعمه إلى مصار معين الجيش في أي بلد عندما يدعم مصاره الاستفتاء تكون مشاركة فيها أغلبية ساحقة لأن الجيش هو قوة الدولة ولكن عندما الجيش يدعم مصار ويطلع له نسبة قليلة من الاستفتاء معناها أنه الوضع مش معناها أن الجيش في خلل أو أن الشعب يكره الجيش لا لن أخذها بهذا المعيار لأن وضع الوضع الوضع في البلاد سيئة للغاية علاقة السلطة بالمواطن سيئة للغاية والجيش دائما يحسب على السلطة لذلك لا يوجد من أساء أو يسيء إلى صورة الجيش مثل هذه الأمور لذلك تحتاج إلى الكثير من المراجعات الكثير من المراجعات دعونا من الغرور دعونا من الفانتازيا الفارغة دعونا من العنطريات التي لا تقدم ولا تؤخر شيئا التحديات كبيرة ولا انتصار يجب أن يكون في الواقع وليس انتصار عبر كما يقول زواوش تتعلم الفيسبوك وتويتر يتر اليوتيوب تكون انتصار تحققت انتصار الانتصار حقيقي في الواقع وليس في المواقع والواقع يحتاج إلى كثير من الأمور نتمنى أن تتحقق هذا ما أردت أن أقوله في هذه المداخلة أخلى حول واقع الدبلوماسية الجزائرية البائس جدا والذي يحتاج إلى ثورة تخيير حقيقية على الدولة أن تنتبه إليها تفيد شكرا لكم أحبة الكرام ألقاكم على خير في مداخلة أخرى بإذن الله تعالى إلى ذلكم الحين أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله